سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبدالعزيز الشمري شدد في تصريح لقناة الفلوج على تمسك بلاده بموقفها الرافض للاستفتاء والتزام الأطراف العراقية بالحوار لتوصل إلى حلول لمشاكلهم العالقة المملكة العربية السعودية لا ترغب في وجود أي إشكال داخل جمهورية العراق ما يحدث في الاستفتاء صدر بيان رسمي من وزارة الخارجية تدعو إلى التمهل وعدم الاستعجال في الاستفتاء والمملكة ترى أن العقلة في جمهورية العراق يوجد فيه من العقلة من بإذن الله يستطيعون حل مثل هذه الإشكالات